اشتركوا في القناة بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة تم صباح اليوم تتشين برنامج اختر طبيبك والذي يتم تنفيذه بمركز عالي الصحي بشكل تجربي حيث تسلم اهالي المنطقة ممن انهوا عملية اختيار الطبيب للبطاقات الخاصة ببرنامج اختر طبيبك بالمركز وتأتي هذه الخطوة الرائدة انبثاقا من اهداف الخطة الوطنية للصحة والتي تندرج تحت مظلة التسير الذاتي وتعد من ضمن العناصر الاساسية الداعمة لنظام الضمان الصحي التي تسعى الى خلق علاقة وثيقة بين الطبيب والاسرة تتماشى مع المعايير العالمية للعلاج لتحسين جودة الخدمات المقدمة الحقيقة لهذه البكورة التطبيق نظام الضمان الصحي في المراكز الصحية وهو توزيع الارضة على الطباء بحيث ان المريض اختار طبيبه وهذه الحقيقة تبني العلاقة الوطيدة بين المريض والطبيب وطاقم الطبيب اللي هو طبعا مرض والمرضة في الحال اللي شفناه الآن في هذه التجربة الحقيقة تجربة جديدة وفريدة بحيث ان ابتدأ الاطباء يهتمون بمرضاهم مون بس ان المريضي على اساس انه بس يتعالج ولكن حتى مسألة الكشف المبكر والاتصال بالمريض اذا كان عاشاتني يستوون معاه الفحص الدوري حق الامراض المعينة من جانبه قال الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة ان برنامج اختر طبيبك يعمل على زيادة الرضا عن الخدمة المقدمة بوجود طبيب مخصص لحالة المريض ويهدف الى اعطاء اهتمام كاف لجميع المرضى من خلال توزيع المرضى بشكل متساوى على الاطباء سعداء باندماج ثلاثة قباب رئيسية في هالمجتمع قيادتنا الرشيدة اللي حفظها باهتمام خاص كذلك من سموية العهد والقيادة كذلك تمثلها الحكومة وزارة الصحة بما تستطيع من ان تخلي مبادرات لتنفيذ رؤيتها في التسيير الذاتي اندماجنا مع المجتمع نفسه الاهالي شون استجابتهم بالنسبة للمشروع وكذلك الجمعيات الموجودة في هذا المجتمع خاصة في منطقة عالي كانت استجابتهم جدا جدا كبيرة هذا التآلف صراحة يعني يسعدنا جدا وهو بشارة خير لتنفيذ هذا المشروع من جهتها بيّنت الدكتورة منالي العلوي الوكيل المساعد للصحة الأولية بوزارة الصحة ان اختيار طبيب العائلة يهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية بالمراكز الصحية حيث انه في اكثر الاحيان سيتم زيارة نفس الطبيب وبالتالي يمكن للطبيب متابعة المريض بشكل متواصل والإلمام بالمشاكل الصحية والعائلية والاجتماعية له إلى برنامج اختر طبيبك الغرض الأساسي ان يكون المريض عنده طبيب محدد يتابعه من ناحية النتائج المختبرية والإشعة ومن ناحية الفحوصات الوقائية اللي احنا نحاول دائما نحرص على عملها في المراكز الصحية للكشف عن الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة وسيعمل برنامج اختر طبيبك على تحسين الخدمات الوقائية من متابعة الطبيب للمريض وتعريفه بالخدمات المقدمة له على حسب العمر كفحص البرستاتة للرجال فوق الخمسين عاما وفحص الثدي الماموغرام للنساء فوق الأربعين سنة دين ان شاء الله هذا المشروع راح بيلقى النجاح الكبير وخاصة من الأمور راح بتكون منظمة ميسرة وهذا المشروع راح بيسهل أمور كثيرة للمواطنين خاصة اختيار طبيب العائلة هذا بيكون خطوة موفقة لكل أفراد العائلة راح بيكون الطبيب معهم طول الفترة والطبيب بيكون عارف في السيرة الصحية لكل فرد في أفراد العائلة التجربة كتجربة يعني أشوفها مفيدة جدا حق لثين حق الطبيب باعتبار ترقيته وباعتبار المكافأته وكذا وبالنسبة حق العائدة أيضا نفس الشيء راح يكون لها مراجعة أولية أول بأول وراح يكون الطبيب بيعرف التشخيص المناسب حق المرض اللي موجود عند العائلة تم استلام بطاقة وكان يعني خطوة جيدة منتازة طبعا على سنة العائلة تعرف الطبيب لا تعاج معها وتتواصل معها باستمرار يكون وعلى طول هي تكون نوع من العلاقة بين المواطنة والمريض مع الطبيب الموجود فإن شاء الله نتمنى طبعا طبعا لما تم التجربة يكون فيها نجاح ويكون الناس فعلا نحسون بفائدتها أكثر نتمنى طبعا تطبيقها في كل مكان في البحرين إن شاء الله صح جميع الأهالي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة التسجيل والتفاعل أكثر لخدمتهم أكثر والحصول على الرعاية الصحية الكاملة بمنظور الحكومة لـ 2030 وزارة الصحة تعمل حاليا على تجربة برنامج اختر طبيبك في مركز عالي الصحي ومن ثم سيتم تعميم هذا البرنامج في جميع المراكز الصحية التابعة للوزارة وقد تمت عملية توزيع البطاقات الإسبوع الجاري وسوف تستمر لمدة إسبوعين في المركز الصحي ويتبعها إسبوعين آخرين في مقار الجمعيات الخيرية التابعة للمنطقة فيما بلغ عدد المسجلين بمركز عالي الصحي حوالي 31 ألف فرد ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة استفاء الخطوات المطلوبة وتسليمهم البطاقات الخاصة باختيارهم الذاتي للطبيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر